وتقرر أن تكتسب عادة جديدة ولنفترض أن تذهب إلى الجيم ولكن دماغك يرفض التعب المصاحب لهذه العادة الجديدة فلا يجعلك تذهب أو يجعلك لا تستمر بها لذلك لا بد أن تكسر مقاومتك الذهنية نعم لتكون أفضل يجب أن تكسر مقاومتك الذهنية وسأعلمك كيف تقوم بذلك من خلال قاعدات الدقيقتين مستعد لنبدأ أحمد أخبرني لماذا لم تذهب إلى الجيم مع أنك اشتركت به وهذه قصة حقيقية ببساطة بسبب المقاومة الذهنية يعني أنت عندما اشتركت بالجيم على سبيل المثال كنت في البداية متحمس لتلك العادة الجديدة فالذي دفعك للذهاب في اليوم الأول هو الحماس وليس الرغبة في أن تصبح أفضل لذلك في اليوم التالي تتذكر صعوبة التدريب وبعد المسافة بينك وبين الجيم وصعوبات أخرى كلها يستغلها دماغك في عمل نوع من المقاومة الذهنية ومنعت من الذهاب لذلك يجب أن تتعلم كيف تكسر تلك المقاومة وتغدو أفضل بإذن الله وهذا من خلال قاعدة الدقيقتين ما هي تلك القاعدة؟ بسيطة لنأخذ مثال الجيم يا أحمد عندما تفكر في الذهاب إلى الجيم المرة القادمة لا تفكر في بعد المسافة أو التعب أو الصعوبات الأخرى فقط فكر أنك تريد ارتداء حذائك الرياضي والخروج من المنزل وهذا الأمر لا يأخذ معك سوى دقيقتين وبمجرد أن تخرج من المنزل يصبح الأمر سهل عليك وتجد نفسك تتمرن أنت مثلا لو كانت العادة الجديدة لديك أن تصبح كاتبا ولكن مقاومتك الذهنية تمنعك من الاستمرار في الكتابة لذلك بدل التفكير في الصعوبات فكر أنك تريد يوميا أن تكتب جملة واحدة فقط وهذا الأمر سيأخذ معك دقيقتين فقط ثم إذا بدأت وجدت نفسك تكتب صفحة وتكمل بإذن الله هذه القاعدة بكل اختصار حبتي في الله الهدف منها أن تجعلك تبدأ لأن أي عادة جديدة أو عمل صعب يتوجب عليك إنجازه هو ليس صعب بقدر صعوبة البداية أغلب الناس حبتي في الله تجد في الكسى اللذة أغلبنا منهم تقريبا مثلا نكون لديك مشروع أو عمل يتوجب عليك تسليمه لنفترض مثلا خلال عشر أيام فتستمر في تأجيل تسليم حتى آخر ساعة وربما يفوتك معد التسليم حتى مع أنه كان بإمكانك أن تسلمه في وقت أبكر هذه الظاهرة لا تحدث معك فقط بل هي ظاهرة منتشرة جدا بين الناس تقول إيريكا برايس أستاذة علم نفس الاجتماع أن هذه الظاهرة تكاد توجد عند أغلب طلابها وتكمل أن السبب وراءها ليس الكسل بل مقاومتهم الذهنية وعندما كانت تلاحظ أن أحد طلابها تأخر عن موعد التسليم لم تكن تتهمه بالكسل بل تقف لجانبه وتحاول مساعدته تخيل وتسأله لماذا تأخرت في تسليم عملك وعندما كان يجيب بيتا بري الركيكي كم يفعل أغلبنا في بثل هذه المواقف يعني أعرف شخص جدته ماتت عشر مرات كانت تقول له وهذا اقتباس من كلامها هناك دائما عوائق والاعتراف بها ومنحها شرعية هي الخطوة الأولى للتغلب على الكسل يلا يتلى كل الأسادذة متفاهمين في هذه النقطة كما حال وها صحيح لذلك كل شخص يعاني من مقاومة ذهنية عالية أي لا يستطيع أن يبدأ عادة جديدة أو يكمل عادة قديمة السيب أنه يعاني من القلق في حياته كما تقول إيريكا نعم الغريب أين في هذا الموضوع؟ أن العمل كلما كان مهم لك كلما زادت مقاومتك الذهنية وشعرت برغبة في تأجيله وزاد شعور الذنب لديك وبالتالي زادت احتمالية عدم إنجازه وبالتالي عدم النجاح به لذلك برأيي لا بد أن نبدأ بتطبيق قاعدة دقيقتين كعلاج لمقاومتنا الذهنية والغريب أكثر أن الأمور التي لا تهمنا تجدنا ننجزها بدون مقاومة بكل سهولة لذلك الحل الثاني هو أن لا تعطي الأمور فوق ما تستحق في تفكيرك لأن هذا الأمر سيجعل مقاومتك الذهنية أعلى وبالتالي تستمر في تأجيلها ولا تنجزها اتفقنا؟ إذن القلق هو سبب أنك لا تنجز وتماطل لأن المواطلة والتأجيل نوع من أنواع تخفيف القلق كما يتفق علم النفس وهذا الكلام تقوله ميل روبينز الباحثة في جامعة كارل كيري أنت مثلا لو كنت متوتر بسبب أمر ما في الحياة مثلا ستجد نفسك تستيقظ متأخرا تؤجل في أداء مهامك لأن القلق ببساطة يجعل الإنسان يماطل وبالتالي ترتفع مقاومته الذهنية وبالتالي عدم الإجاز يعني هذه القاعدة بكل بساطة وتلخيصا لها أحمد هل تشعر بالقلق؟ نحن هنا لمساعدتك نعم الصراحة أشعر بالقلق وفي يعني أمون كيلة بشعر فيها بالقلق لماذا؟ خليها بالقلق أنت بحث لا نعود لموضوعنا رايس عندما كان يتأخر طلابها في تسليم مشاريعهم لم تكن توبقهم بل كانت تسألهم عن سبب قلقهم وتحاول مساعدتهم وأنت كذلك ساعد من حولك أو فهمهم على قل تقدير يعني مثلا صديقك الذي يتأخر في مواعيده عليك هذا من المؤكد يعاني من القلق ماطل في القدوم من الموعد بسبب مقاومته الذهنية فلولا أن تسأله ما بك يا صديقي أو تتحمله مع أنني أكره سمة التأخر في المواعيد ولكنني أبررها لنفسي كلما تعرضت لموقف مشابه وبالتالي لا أغضب ممن أنتظره وأنت كذلك فعل برأي لذلك لكل شخص يشعر أنهم ماطل أو أن مقاومته الذهنية عالية استمع يا صديقي لا شيء في هذه الدنيا يستحق قلقك سوى تقصيرك مع الله يعني تخيل أنك فشلت في كل شيء ما أكثر شيء سيحدث نظرة الناس مثلا لا تهم بكل صراحة أن أخجلوا من بشر مثلنا وهم مثلنا ليسوا كاملين لا أريد أن تقلق يا صديقي أن هذا القلق يزيد الطيم بل كما يقال وهذا الأمر ليس بصالحك لا من ناحية نفسية ولا من ناحية جسدية هل تعلم أن أكثر الأمراض فتكا على الأرض هي الأمراض التي تمتج عن التوتر حاول بأي شكل من الأشكال أن تخرج نفسك من توترك الغير واضح المعالم يا صاحب الدنيا قصيرة مهما عشت بها لا تستحق أن تتوتر لأجل أناس فانيين مثلك يكفي أن تعيش في ظلال الرحمن والفشل والنجاح هي أرزاق من الله فتقبل رزقك وقدرك وتوكل على الله فإذا لم تستطع أن تنجز أمر ما لن أقول عنك كسول بل سأقول هناك ما يبقيك منهكا هناك أسباب أخرى تزيد من مقاومتك الذهنية تجنبها أيضا القلق ووضحناه الأمر ثاني أن يكون لديك الكثير من المهام في حياتك وهذه النقطة تحتاج إلى تنظيم وقتك وإلا ستستمر في المماطلة أيضا أن تسعى وراء الكمال هذا الأمر يزيد من مقاومتك أيضا أن تفقد المعنى وراء ما تقوم به الحل بكل بساطة التقليل من أهمية ما نخشى القيام به في نفوسنا مقرنت الأمور الصعبة بأمور أكثر صعوبة وبالتالي ستلاحظ أنها قابلة للإنجاز حاول أن تقلم الإنترنت قدر المستطاع استخدم علاوين ساخرة لمهامك الضرورية مثلا على مستوى الدراسة بدل أن تقول أريد أن أذهب وأدرس قل مثلا أريد أن أذهب وأتفاهم مع صاحب الكتاب مثلا قسم مهامك لمهام أصغر وأخيرا استخدم قاعدة الدقيقتين في النهاية شاركنا برأيك في مكان التعليقات وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به ودمتم في أمل الله شكرا